دعوة رواد الأعمال والشباب للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بمحافظة ظفار من أهم النتائج التي خرج بها ملتقى التنمية وفرص الأعمال الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار ما ستستعرضه القطاعات المختلفة حول الفرص المتاحة هي فرصة للتعرف عن قرب من نسبة لرواد الأعمال لما هو متاح في المحافظة أيضاً وجود القطاعات المختلفة لأن العملية ليست فقط تمويل ولكن تمكين من خلال الإجراءات واللوائح والقوانين والحوافز التي تعطى لقيام مثل هذه المشاريع واستدامتها الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في محافظة ظفار يستهدف عدة قطاعات مثل القطاع الصناعي واللوجستي والزراعة والثروة السمكية والسياحة والطاقة الهدف من هذا الملتقى هو جمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع كذلك الفرص المتاحة في هذه المحافظات ويأتي البنك كداعم وممول لهذه الأنشطة والحقيقة من خلال الملتقيات الخمسة التي نفذت يتضح بأن هناك فرص حقيقية موجودة وبالتالي يتطلب على رواد الأعمال المبادرة لاقتناص هذه الفرص والبنك بإذن الله سيكون مستعد لتمويل هذه الفرص شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لمجموعة من المشروعات في المحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت أكثر من 12 مليون ريال عماني مشروعي أنا في قطاع السياحة في مندق ثلاثة نقوم مكون من 30 غرفة قدمنا على طلب قرض تمويلي من المنتقات التي تقدمها بنك التنمية العماني ربع مليون ريال عماني ومن أصل قيمة المشروع 550 ألف ريال عماني مشروع خدماتك للعناية بالسيارات هو مشروع خدمي يخدم جميع فئات المجتمع للسيارات وتبديل قطع الغيار وغسيلها الاستفادنا من بنك التنمية هو الدعم المتواصل منهم وكان للقرض بجموع 119 ألف ريال عماني وهذه فرصة سانحة لرواد العمال أن يستفيدوا من هذا الدعم من بنك التنمية والفرص الموجودة في محافظة الضفار يسعى الملتقى إلى الاقتراب من تطلعات أصحاب الأعمال وملاءمة برامجه التمولية مع احتياجات مختلف المشروعات يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التنموية وتكامل الجهود لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى عرض الخدمات التنمية التي يقدمها بنك التنمية العماني محمد من بقيت الشحري وليت صلالة محافظة الضفار